والبداية أولاً بالطلب الجنوب إفريقي الذي جاء في وقت متأخر من مساء الليلة الماضية على حساب المتحدث باسم اتحاد كرة القدم في جنوب إفريقيا دومينيك تشيف هامفي الذي أكد لوكالة فرانس بلاس بأن بلاده تقدمت بطلب رسمي لصدافة كأس الأمم الإفريقية 2019 مضيفاً أن بلاده قدمت الوثائق المطلوبة للاتحاد الإفريقي لاتخاذ القرار كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم هو كذلك رسمياً عشية أمس الخميس أنه تقدم بطلب استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا والمقررة في شهر يونيو 2019 وقال هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد المصري أن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى الكاف لاصدافة البطولة الإفريقية مضيفاً أن مصر تتوفر على بنى تحتية مميزة ولا خوف من أزمة الجمهور ويأتي طلب الاتحاد المصري وبعده الجنوب الإفريقي بعد سحب الاستضافة من الكاميرون لعدم قدرة على إنهاء الاستعدادات في الوقت المناسب وأيضاً بعد يوم واحد من إعلان المغرب على لسان وزير الشباب وريضة رشيد الطلب العالمي أن المملكة لن تترشح لتنظيم نهائية كأس إفريقيا 2019 وأن المغرب لم تكن لديه نية في ترشح يشار فقط إلى أن اليوم الجمعة هو إذن آخر مهلة لوضع الترشيحات على أن يتم الإعلان رسمياً عن اسم البلد المنظم في التاسع من شهر يناير المقبل